السلام عليكم طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الرابعة قسم اللغة العربية الدراسة الصباحية سبق وأن ذكرنا في محاضراتنا السابقة قبل هذه الأزمة كانت لدينا مجموعة من التنسز اللي قمنا بشرحها بشكل كامل داخل المحاضرة في البداية وضحت لكم على الوايت بورد وقد قمنا بشرح الأزمنة مع الأمثلة وقمت بوضع هذه المادة وكتبتها لكم وسوف أقوم بنشرها لكم مثل ما تذكرون زمن الفعل المضارع البسيط اللي هو present simple اللي يتكون من subject verb plus complement والverb يكون أما base في حالة إذا كان الفاعل جمع أو I, we, they, you وإذا كان base plus S الفعل هنا راح يكون فيه S مثل work, works, play, plays, make, makes في حالة إنه الفاعل subject يكون he, she, it وعرفنا إحنا ما نقدر نسوي نفي لهذا الفعل إلا باستدعاء الverb to do اللي هي do does ففي حالة الفاعل I, we, they, you سوف نستخدم الدو للنفي وكذلك السؤال وفي حالة الدز إذا كان عندنا الفاعل he, she, it نستخدم does في حالة النفي والاستفهم هذا في حالة المضارع البسيط في حالة الماضي البسيط عندنا subject plus verb سوف هذه كلها أقوم بشرحها بشكل موضح وبالأوراق التالية لأنني سبقوا أن شرحت لكم إياها بشكل مفصل وسوف أعطيكم إياها كاملة قبل من ننهي هذه المحاضرة نبتدأ بالكتاب المقرر وصلنا إلى page 10 page 10 هنا page 10 except tails هذه محاضرة عن الريدينج سوف أقوم بترجمتها إليكم ونظرا لضيق الوقت هنا سوف أرسلها لكم كاملة أريد منكم فقط حل number 2 وnumber 4 number 2 وnumber 4 هو اللي فقط أحتاج منكم للحل بعد الإطلاع على المادة وهذه موجودة عندكم أيضا page 12 ننتقل إلى 1.7 page 13 هنا في هذا الpage vocabulary and pronunciation here we talk about the compound nouns and adjectives what does the mean by the compound nouns and adjectives هناك الكلمات المركبة أو الكلمات التي تأتي مع بعضها البعض والتي ليس هناك تفصيل بينها ودائما تأتي معها فهنا عندي home وhouse ولدينا this هذا البوكس نعمل على تكملة الكلمات with house or home ونكمل بها هذا المقطع وهذا موجود page 124 أحل لكم أول مثال حتى تكملون البقية complete these lines from a conversation I am going away for two weeks do you think you could possibly water my house plant هل تستطيع أن تسقي لنباتات منزلي number two don't worry I know how house proud you are I what هاي مجرد إكمال هذه الكلمات وهو الكومباوند نقصد بالكمباوند هو التركيب في الكلمات ننتقل إلى one point eight practice seeing the lions in exercises three with correct stress and intonation اللي stress والintonation مثل ما تعرفون هو تفصيل الكلمة ما معناها تفصيل الكلمة نقصد بي تفصيل الكلمة إنه وين نركز كل ما كانت الكلمة متكونة من أكثر من مقطع فيه حرف ألة فعلى عدد حروف الألة نقوم بعمل مقاطع الكلمة أدنا five work in a group make a compounds by combination هنا أنا يريد من أدنا مزج بين الكلمات مثلا open book هذا التمرين اترجعون إلى القاموس الدكشنري and you see what is the compound word between مثلا open book شوفوا الكلمة الثانية computer iron gen food word tea sleeping door open fire head okay share your words with the different group and explain and be ومشاركة الكلمات بين هذين وهذا مهم هذا مهم التمي ننتقل إلى page 14 سرحنا سابقا في المحاضرة السابقة انه read the lines below 1.9 page 14 read the lines below then listen again who is speaking what do your words in italics refer to هنا كانت لدينا المحادثة عن الغربة وكيف الإنسان يعيش في الغربة وماذا يفتقد وماذا يعني يحتاج أو يشعر بالحنين إلى شنو الموجود في عائلته أو في منزله فهنا نتقرون read aloud the things that were written down and exercises to guys who wrote the who is the funniest the most interesting وهم ما هي الأمور المهمة فعدنا اندرو وهيلين وباول وسيلفيا وشارلز كل واحد what they miss other information شنو الأشياء اللي يفتقدها وما هي المعلومات الخاصة ننتقل إلى page 14 15 sorry social expressions and the music of English عدنا work with the printer make a lion a lion an a with a lion b هنا التوصيل بين هذه الكلمات عدنا هذا التمرين مهم great to see you come on in الجواب i was just passing and thought i dropped in excuse me don't i know you from somewhere الجواب no i don't think so فآني الأجوبة أيضا وضعت بها تواصل هذه كلمات وجمل نقوم بتوصيلها مع الجمل الأخرى ننتقل إلى تمرين 1.12 هنا في هذا التمرين هنا لك conversation this conversation in page 125 125 this conversation great to see you come on in i was just passing and thought i dropped in فقط في هذا التمرين سوف نقوم بملأ فراغات ال conversation الموجودة في page 125 شكرا